السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد أربع شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح ينتقل لبرج القوس يعني في عنا خلو مسار القمر الآن موجود في برج العقرب ورح يظل في برج العقرب لغاية الساعة 6 و 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم لينتقل القمر بعدها لبرج القوس ورح يظل القمر موجود في برج القوس من ساعات الصباح ولغاية الساعة 12 و 8 دقائق من ظهر يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و 24 دقيقة عصرا من عصر يوم الأحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر الآن بما أنه موجود في برج العقرب معناته ما زال الجو العاطفي أو هيك شوي ما منقبل الحل الوسط بتصرفاتنا منكون حاسمين يا أبيض يا أسود يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منتواصل يا منبعد يعني أشياء من هذا الدور وبرضو بيلعب الجنس دور مهيمن في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية مثلا أو مشاهدة فيلم مغامرات وأيضا اتخاذ قرار مهم أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات طبعا هذا الأمور هاي كلها رح تضل لغاية ساعات الصباح بتوقيت جرينيتش بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية رح تكون قبل خلو المسار ساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية برضو بصير في عنا ثقة بالنفس عالية وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة ثلاثة ونص لغاية الساعة ستة ونص فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل الخلو المسار الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج القوس عشانكم نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ونلتقي بيوناس أكثر سعادة ونتعمق أكثر في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية اللي بتكون يعني بمنحنا وجود القمر ببرج القوس لإلها بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات أو رحلات أو قصيرة ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينج فمن واجه مصاحب عرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض البروستاتا عظم العنى والجينات أما من ساعات الصباح وما بعد بصير أن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذا اليوم مناسب للعمليات الجراحية إلا الأعضاء اللي ذكرناها في أوقاتها طبعا وأيضا يعني نحاول قدر الإمكان مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس معناته خلو المسار القادم رح يبدأ تمام الساعة 5 و 6 دقائق صباح يوم الثلاثاء ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 24 يوم حتى تمام الساعة 12 منتصف الليل يعني آخر النهار بيكون لسه 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحسه بنسبة 40% القمر في العقرب ورح ينتقل القوس ورح يظل في القوس ليوم 6-2 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% ساعات العصر سعيد بنسبة 10% فيه ساعات تقريبا عند المغرب منتحس بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 5-2 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظلوا مركزين على الأمور المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة وبرضو سارعوا في تهديئة الأجواء لأنها يعني فترة شوي ما بدها أي مغامرات أو مجازفات أو عصبية أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبرضو في اليوم بيحمل لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة يعني في تحرك على مختلف الأصاعدة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتظل الأمور بتتركز على أمور شراكاتكم سواء في العمل في العاطفة مع الأزواج وبتظل فترة سلبية وضاغطة وما بينفع فيها سوى الصبر والمرونة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فبدك تضبط عصابك من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم يطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما وتعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لا تكرار محاولة سابقة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بدك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وأوقاتكم وتحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر الآن بيتجه لمقابلتكم في ساعات الصباح ومن ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم بدك تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا أي ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم بهاي الفترة وانت الحلقة الأضعب فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر ما زالت فترة فيها بعض الإيجابي ولكن ما تبالغ بحضوضك أما من ساعات الصباح هنا بيتراكم العمل لديكم حاولونكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر ببعض التوتر بسبب خلاف يتعلق إما بالعائلة أو بزملاء العمل بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شأنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة لأن الأجواء شوي عدائية ومتوترة وبرضو بدك تراعي ممكن وضعك أو وضع أحد أفراد العائلة الصحي أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرح لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح وبظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة ممكن تتعزز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لا إلك أما من ساعات الصباح هنا بتفضله الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وحاول أنك مدخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح بيحمل للكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بدك تكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات ولكن بدك تكون حذر جدا أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا فقتكم بأنفسكم كبيرة من الآن ولغاية ساعات الصباح وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برضو بتفتح لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود الأجواء أقريبا بتبلش يعني تتحسن شوي شوي بطريقة قوية لإلكم ودعم لإلكم بشكل قوي من ساعات الصباح هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغمروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرار حاسم انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات الصباح ابتهدأ وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحوي أما من ساعات الصباح هنا بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم ممكن تتلقى خبر سار برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن ولغاية ساعة الصباح واستغلال الوقت ولكن بدون حساسية وعصبية منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تحتفل بنجاح أو تطور علاقة علاقة صداقة أو علاقة اجتماعية أما من ساعات الصباح حون القمر بوصل لبيت المتاعف فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنقفضة ممكن تخيب أمالكم أو تتأخر أعمالكم برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك قدر الإمكان يعني ما في داعي للخلافات والمجازفات أما من ساعات الصباح حون بتلتق الأصدقاء بل العلاقات الاجتماعية بتنشط خلال هذا اليوم حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر من خلالها الاتصالات والمواعيد برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسي والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شأنك ما ترتجل المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسؤولياتك وتعتبر هاي فترة واعدة جدا إذا ركزت بشكل جيد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر